أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أن ما تحقق في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه من منجزات ونجاحات متواصلة تتطلب مواصلة الجهود الوطنية بروح الفريق الواحد لدعم استمرارية التطوير المعزز للانفتاح والنمو بما يرفض مساعي التنمية وأشار السمو إلى أن تعزيز التعاون بين مجلسي النواب والشورى والمؤسسات الإقليمية والدولية في المجال التشريعي يسهم في دعم مسيرة البرلمانية الوطنية ويعزز مقومات البنية التشريعية جذلك لدى لقاء سمو حفظه الله في قصر الرفاع اليوم معالي السيد أدوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل حيث رحب سموه برئيس الاتحاد البرلماني الدولي منوها بالجهود التي يطلع بها الاتحاد البرلماني الدولي لتعزيز العمل التشريعي في دعم التنمية المستدامة من جهته أعرب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه من حرص واهتمام على تعزيز التعاون الدولي في المجال التشريعي وشيدا بالعمل التشريعي في مملكة البحرين والنجاحات التي تحققها المملكة في هذا المجال حضر اللقاء معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينال رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ترجمة نانسي قنقر